المبنى عظيم والاسم أسطورة واللي بناء اختفى من أكتر من ألف سنة جامع الحاكم بأمر الله جامع الحاكم يعتبر تاني جامع يتبني في القاهرة بعد الأظهر الشريف بدأ بناء الخليفة العزيز بالله ابن المعز لدين الله الفاطمي في شهر رمضان سنة 380 هجرية وسمى جامع الخطبة لكن وقف العمل فيه بعد كده لحد ما كملوا ابنه الخليفة الحاكم بأمر الله وافتتحوا للصلاة في 6 رمضان سنة 403 هجرية وتسمى بجامع الحاكم وأحيانا بيطلق عليه جامع الأنور من ناحية التصميم بيجمع الجامع بين عناصر أفريقية ومصرية فتغطيته بيشبه تغطية جامع أحمد ابن تولون صحن مكشوف بتحيط بأروقة ومن الصحن للمحراب مجاز بينتهي بقبة عظيمة غير قبتين في أقسى اليسار وأقسى اليمين أما بقى مدخله الرئيسي فبيشبه مدخل جامع المهدية اللي بنى الفاطميين في تونس وهو عبارة عن بورجين بارزين عن الجدار بحوالي 6 متر بينهم ممر بينتهي للباب في هيئة تشبه أقواس النصر الرومانية للجامع مأزنتين من تراث فريد اتبنوا من الحجارة على شكل محور استواني بتحيط بيهم كتلة مربعة تم إضافتها للمأزنتين لحمايتهم بعد الزلزال اللي حصل سنة 702 هجرية وعليهم زخارف من أشكال هندسية ونباتية بتمس المرحلة حاسمة في تطور الزهرفة الإسلامية خلال تاريخه اتعرض الجامع للتخريب أكتر من مرة وكان مهجور قبل وصول الحملة الفرنسية وفدل لم تقام فيه شعائر الصلاة حتى تم تجديده مرة أخرى وتم افتتاحه للصلاة سنة 1980 ميلادية ذي كانت حكاية الجامع أما بقى صاحب الجامع فحكيته من أعجب حكايات التاريخ هو الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور اتولد سنة 375 هجرية اتولد خلافة بعد وفاة والده الخليفة العزيز بالله سنة 386 هجرية وعمره وقتها كان 11 سنة وحكم مصر لمدة 25 سنة لحد ما اختفى سنة 411 هجرية من أهم إنجازاته كان إنشاء مكتب الدار الحكمة وجامع رشدة في الفستات وجامع المكس على النيل اللي للأسف اتزال أثرهم حاليا وبدأ حكمه تحت وصاية وزيره بورجوان اللي أمر بقتله لما حب يستقل بالحكم والحقيقة أن فترة حكمه كان كلها تناقض وتطرف ديق فيها على أهل الزمة وديق على أهل السنة كمان في أوقات كان بيحرمهم من إقامة شعائرهم الدينية وأوقات تانية بيسمح بيها وكان ليه أوامر غريبة بيتعرض كل اللي يخلفها للقتل أو الجلب بعض الأوامر دي كان ممكن تفسيره زي التشدد في معاقبة السرقة والرشوة ومنع المسكرات وحتى منع النساء من الخروج من بيوتهم بسبب تبرج بعضهم أما بقى أوامره الغريبة اللي ما كانش ليها تفسير فكانت على سبيل المثال تحريمه أكل الملوخية والجرجير طول فترة حكمه ما سلمش حد من وزراءه ولا قضاته من الأكل ولما جدوا عامل الفرس إلى مصر وأعلنوا تقليه الحاكم لا منحهم ولا شجحهم وفي الفترة الأخيرة من حياته اتجه للزهد وأكثر من الخروج بالليل لوحده وفي ليلة خرج لجبل المؤطم وما رجعش وفضلوا يدوروا عليه أكثر من خمس أيام لحد ما لقوا ملابسوا عليها أثار طعنات لكن لم يعصر على الجثمان أبداً قثرت الأقاويل واختلف المؤرخين في سر اختفائه لكن أكثر الروايات رجحت تقامر أخته ست الملك على قتله إنقاذاً للبيت الفاطمي من تصرفاته ولضمان انتقال السلطة بشكل ثلث إلى ابن الخليفة الظاهر لكن هتفضل حكاية اختفاء الخليفة الحاكم بأمر الله لغز إلى الأبد والغريبة أن بعض أتباع مذهبه نستنين رجوعه لحد النهاردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر